اشتركوا في القناة 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 شكرا يا معتزا معتزا سامر ازايك عامل ايه؟ تمام حمد الله انت اخبارك ايه؟ يا عمد انا عندي اخبار كتير بس انت لم تظهرش اعرفك فريد اختي اهلا سامر صاحبنا ايام دبي خلاله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إيه يا ثامر أخبر الشغلين أخبرّه تحدي سميزة أخبرّه أنت لا. حسناً حسناً أخبره أخبره حسناً الو مكتب نسترادة من نشاعتي؟ ايه يا بنتي انت عندك لحد الوقت بتعملي ايه؟ ماليش يا بابا عند تقريب مهم لازمة خلاصة بكرة قدامي كده ايه يعني؟ اه شوية كده يعني يا بابا وهيجي ما تقل لها عشان قلته تايمور هي أعدي علي المهم بس أنت خلصت الميزانية بتعطينا موضع؟ أيوة خلصتها قدام يا هي براجع فيها طيب كويس أنا قلت لبكر لازم أخذ الميزانية ودفتر الشيكات وورق البنك ودفتر الحسابات أنا ما عنديش غير الميزانية وبس تايمور ما ساب ليش أي حاجة تانية ولا حتى دفتر الشيكات؟ ولا حتى دفتر الشيكات هو في حاجة ولا إيه؟ لا 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 ما فيش حاجة أبو خليه بس نكمل كلام لماكي سلام لازم نظبط يوم نتغدى فيه سوى فيه حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها بخصوص البورصة شور؟ إيه الموزة الجامدة دي؟ عجبك؟ وده حد يقدر أقول عليها كلمة تدفع كامل اللي يزبطها لك تتعرفها؟ اللي عرفها أنا عرفها كويس قوي طيب إيه؟ مش هتعرفني عليها؟ ما عنديش مانع وما أعتقدش إن هي كمان هيكون عندها مانع خصوصاً لمن دول أصلي بيري بقى لقبها المليونير الحفية أنا بجد مش مصدقك يا معتز بيري؟ دايماً بتجي في وقدي ده أنا كنت لسه هناديك عشان أعرفك على سامر صاحبي مدير شركة توب لايني نايش توميتي ويا بيري هاي إيه بيري مكسوفة كده ليه؟ ده يا سامر بيك فان مستعد لأي حاجة وكل حاجة مش كده برضو ولا يا سامر ما تحترم نفسك يا معتز السور يا مستر سامر بس شاكلك كده معتز إداك فكرة غلطة عني مفيش مشكلة أنا اللي السوري على الموقف كله يا جماعة يا سامر إنت كمان متانشن كده ليه؟ دي بيري خليك كول خليك إنت زوق وتركز من فاشن شو على رأيك وهو برضو تديكوا فرصة تتعرفوا على بعض باي فاللهي أنت كويسة؟ يعني؟ أنا مش عاوز أسيبك في الحالة دي خصوصاً إن اللي حصل ده حصل بسبب تحبي نروح مكان قهداً أتكلم؟ سوري بس بصراحة أنا مش في الموت خالص حاساً أنا مش قادرة أتكلم ما تزعليش نفسك معتز كده طول عمره قال ليه للزوق؟ ما تخديش على كلامه أنا بقول له ونروح مكان قهداً وتديني فرصة إن خرجك من الموت ده سوري يا مستر سامر أنت بجد شكلك جنتلمان بس أنا هنا مع صاحبي وللأسف صاحبي يغير علي قوي أنا مش عايزة مشاكل بصراحة أنا مش مصدق أنك مع أحد لأنك لو صاحبتي مستحيل أسيبك تغيب عن عيني لحظة واحدة أنا بقول أحسن نكمل كلامنا في مكان هادي بس أنا تجد مع أحد على فكرة بليس يا بيري كفيا جمزي وتقل بقى خلاص أنا مش محتاج أكتر من كده أنا مش فاهمة أنت ليه مش مصدقني لأنك فعلاً بتكديبي طب أنا هزبتلك أوكي جيسر بيبي أنت واقف لوحدك ليه أنا علابت عليك الدنيا أنت زهقان ولا إيه؟ الحياة أنا مش أنا هعرف إزاي يسليك أنت بتعملي إيه؟ بس خليك معايا بس بس وأنا هفهمك بعدين أوكي؟ بليس صدقت؟ مين دا؟ دا الأستاذ اللي كان بيعاكسني ومش عايز يصدق أني معاك يعني هي قالتلك أنها معايا وأنت جاي تتأكد من كلامها؟ سوري بجد أنا ما كانش قاضي أن أنا دايئة أي وي فرصة سعيدة سامر عاطف رئيس مجلس إدارة توب لاي سيكيوز مي سيكيوز مي سيكيوز مي إيه؟ دا مش بجد يا بنتي أنت حت جننيني؟ مش أنت اللي جايب عشان تخوفيه بيا؟ صحيح بس بقول لك إيه؟ أنت عملت الدور بويل برينت حلوة قوي كنتش عارفة أنا ممكن أعمل كده يعني بس أصلاً كل اللي عرفوا عنك أن اسمك باري هانو بس أقول لي باري أنا كل أصحابي القريبين بقول لي باري أوكي يا باري هوا أنا ممكن أطلب منك طلب؟ طلب تاني؟ أصلاً عايزك تقف معي لغاية ما الراجل داي مش ويا بعد خالص أصلاً أنا في الحفل الوحدي مش عايزة حد يغلص علي بليز يا جسر بليز بريتي بليز أوكي تانكيو شكراً لكم اشتركوا في القناة احنا صعدة جدا بحضركم معانا النهاردة واكيد حنبقى اسعد لو شرفتونا في الريتابشن لبعد الدفيني تانكيو باي ماش مترى انت مشيت ولا لسه مستني في البيت يا رعا فت كنتوا حيلين يا بنات بجد مش عارف اقولوك بايه it was great يا علي حبيبتي بجد كان لازم تبقي جنبي عالكات ووك كان لازم تشوفي حماس الناس تسقفهم كانوا هيتهبلوا عالكولكشن كل حاجة كل حاجة بس تعرف يا علي كل ده ما كانش ممكن يحصل من غيرك بجد تانكيو 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 سو متش يا علي فيه اي علي تعرفيني دي اول مرة ما تقولي ليش congratulations بعد الدفيني علي علي حبيبتي فيه انت تعبانا لا لا ما تقلقش انا حبقى كويسة يعني ايه حتبقي كويسة يا علي حبيبتي please لو انت تعبانا قولي لي لا مش ترصدقني انا كويسة عادي يعني حبيبتي ده مش عادي عليها اللي قدامي دي مش كويسة تحب يا روحك لا انا مش عايزة روحك طب عايزة ايه تاني قولي لي اي حاجة انت عايزة هو انا حعملها لك والله يا مستر انا مانا عارفة انا هو زي شكلك بتتدلعي علي وعايزاني ايه اجابات عندك تاني قولي لي يا حبيبتي مش عايزة تبقي لوحدك زي رفعني يا مستر واحد ما بقاش قدل لوحدها هو انا ممكن ممكن تليفونك لحظة of course تحبي اتصلك انا تليفون تعتشو معاقت شوية لا لا لو تنتش بليش عشان ما عشان ما عاملش لخبط قولي لي اتصلك بمين اه اعوزك انا بالبيت عندي بالبيت عندك هو في حد عندك في البيت عشان يرد على تليفون يا علي اه لا لا خالص طبعا اه التليفون بس كان الصبح غطلان فانا مكتوزة تعمل اذا كان تصلح ولا لا غطلاني علي اه اوكي هم علي ممكن تليفون نحظة اوكي تضلي ايه علي يا رايحة فين خايف احد يسمعك وانت بتكلمي العفريت اه اه بيرين الحمد بالله واضح انه تسلح اوكي اه هروح اشوف اللي براي بقى تعالي هنا تشوفي اللي براك ايه وعودي انت تعودي معززة مكرمة ما تعمليش اي حاجة بنات كل واحدة تغير الفستان بتاعها وتعلوها الشماعة عليها مش هتعمل اي حاجة مفهوم؟ ايه ايه اوكي ايه سلامتك يا علي حبيبتي اسلام لي بجد مستوها هاي مبروك الكوليكشن مصورة أكيد أنت فخور بأدب أكيد طبعا بصراحة أتهم فجأنا كلنا مش قول كده يعني لا أنت تستهل أكتر من كده يا أدب بجد الدفي ليه كان هايك بس يا مامي بس معتز كده شكله عنده رأي تاني ما سمعناه صوته يعني من ساعة مرشوه خلص ما أنت عارف أدهم أنا راجل ما بحبش المجاملات أنا راجل بتاع أرقام وفاكت على المهم اللي عندي هقوله بكرة في البورد ميتينج ساعتها ببارك لك بجد كده ولا كده لازم نبارك لك سمعت أن فرحك أنت وفريدة أرم مش كده برضو ولا إيه آه كده إن شاء الله تشرفونا في الفرح عشان تشوفوا أحلى عروسة في أحلى فستان على فكرة الفرح ده هيكون المين سوشال إيفنت في السنة مارك ماي ويرد مبروك يا جماعة الفيدباك هايت الناس طايرة بالكولاكشن مبروك يا قدر 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 لا يا فريدة منصور عنده حق أنا حاخده نروح اليوم ده بتاعكم أنتو بقى خروجوا وهيسوا وإنبسوا يلا منصور أوكي نشوفكم بكرة إن شاء الله إن شاء الله باي 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 هاي بقى يا ستيا عايزة تحتفل يفين واسد أنا مبدئين كده بقى قولنا نروح البيت نفتح زيت شامبين عشان يبقى احتفال بقد ماشي إيه رأيك يا قدر سور يا جماعة مش حاوضة رأيي ليه علشان لازم أروحي كومودة آه أوكي ماشي براحتك من غير قفش بقى فريدة ما أنت عارفة لازم أرجع وخلص الريبورت بتاع الميدي ومين قال لك إني قفش؟ أكيد ده شغل ولازم بكرة بقى في الريبورت آه بالضبط كده طب يلا بقى أفسره يلا شو متأخرش يلا مو أنت بش مصدقيني ولا إيه؟ ليه بتقول كده؟ أوكي يا فريدة على المهم عندك تليفون الشركة ده دار الكلمية علي إيه؟ عشان لما أرد عليك هناك تعرف اللي أنا قاعد في الشركة مالوش لزوم أنا مصدقك أوكي هنأذنك فايل شكلينا كده مش هنحتفل قاعد يكي شفتي اللي حصل وما نحتفلش ليه؟ هو إحنا صغيرين؟ وبعدين إحنا قابنا في الكولكشن دي زينا زي أدهم بالظبط صح؟ عندك حق أوكي، آي سيو دي ها، عملت أي مع بيري؟ ده تسكت خالص، كفي علي المقلب اللي أنت عملت فيه؟ مقلب؟ مقلب إيه يا بني؟ طلعت مصاحبة بجدد، وعرفتني على صاحبها ياه؟ وده يطلع مين ده كمان؟ اسمه جاسر محفوظ، مزيع ده اللي بيطلع في جامة الجيد أوه، انترستنج انترستنج إيه ده، أنا كان شكلي وحش قوي، هم وقفين هناك مع بعضهم أهو اللي جاي هناك ده، أكتر واحد عايزك تحميني منه مساء الخير مساء النور إيه يا بيري، مش هتعرفينه ولا إيه؟ بنت هيألي جاسر غني عن التعريف خلاص، أعرفه أنا بنفسي أنا معتز بس الحقيقة مسمعتش عنك من شوية أنا معرفكش أصلاً هادينا تعرفنا انت صاحب بيري؟ آه، أنا صاحبه كويس أنا كان نفسي أتعرف عليك من زماني إلا صحيح هو أنت متصاحبين من إمتى؟ ثلاث شهور أصدو ثلاث أسابيع يوم ثلاث أسابيع؟ والله يا بيبي يعني من كتر اللي حصل فيهم، يعني حسيتهم ثلاث شهور أكيد، أكيد وعلى كده تعرفت على بعض فين؟ في فرح واحد صاحبنا في سحل لا، الفرح كان في القاهرة يا بيبي انت نسيته ولا إيه؟ لا، معلش يا معتز انت عارف يعني التفاصيل دي بتسقط مني يعني آه، أكيد مش مهم التفاصيل المهم إن أنتوا مع بعض وبصراحة شكلكوا الجنن مع بعض انت لازم تفكروا في الجواز يعني، يعني احتمال مش بعيد يعني كويس أهو على الأقل يا بيري، عشان ما تبقيش مديونة لحد غريب لما تخدي منه الفلوس بيتهيالي كده يا معتز الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا ده مكانه ولا ده وقته سور يا بيري، هو أنا قلت حاجة مش مفروض أقولها؟ لا، هو جاسر ما يعرفش إنك مديونة ولا إيه؟ حتى لو ما كنتش عارف، عادي يا معتز، اللي في جيبي في جيب بيري هاااااااااااااااااااااااااوي هاااااااا شو são سوا كتو صاحبان لك أنا ببساطة قوي ده أنا اتكلمت معاك سألازم أمشي ده عشان صاحب الحياة مستنيني أوكي؟ باي ماني تايم ها؟ قابلت البولفريند بتاعها؟ بولفريند مين يا ابني؟ كده تسموهم يتحكوا عليك؟ ده لا صاحبها ولا حاجة بول لي كم الدقيق لما شافي عشان انت مغفل احنا موجودين معاكم النهاردة في كواليس الدفلي الجديد لشركة إيكومودا لكولاكشن خريف 2016 لقنا النهاردة حيكون مع الاب الروحي لعمل الديزاينز اللي شفناها من شوية حنتكلم معاه عن إيه مصدر إلهامه للمجموع اللي شفناها دي وحنتكلم معاه عن اللوك والخامات وإيه وجهة نظره في الستة المصرية خصوصا والمقرأة العربية بواجه نعم كل ده حنتكلم فيه دلوقتي مع الديزاينر الشهير هادي سرحان هادي أهلا بك يا جاسر نورت الدفلي أول حاجة مبروك على الديزاينز اللي شفناها دفلي كانت تحفى عايزين نعرف إيه كان مصدر إلهامك فريدة ووتاز رايحة فين؟ غالبا كده هخرج ناولينا تحب تيجي معنا؟ لا أجمعك فين؟ انت داخلت طيب أوكي يبقى بكرة تشوفك في البورد ميتينج أكيد يالا سيوا باي بكنش عارف إن عندك بورد ميتينج بكرة ما تفكرنيش يا سامرة ده هيبقى أصعب بورد ميتينج عد عليها أصلا ناوي بكرة أصحب أسهمي من الشركة لو فاكر إن الحل ده حيفصل لك نصيبك بعيد عن مشاكلكم مع البنوك تبقى غلطان أنا أصلا ما ظنش إنك ينفع تبيع في الوضع ده وضع إيه ده اللي بتكلم عنه؟ ومن ده اللي عنده مشاكل مع البنوك؟ نرايا معتاز ده تعملهم علي ما السوق كله عارف إن إيه كمودة مديونة وعندها مشاكل مادية كتير حالو هاي تايمور لا خالص ده العشاء جاهز وأنا مستنياك أنت فيه أنا في الطريق يا أمر طب يلا بسرعة بعشاء العشاء ما يبردش أوكي ما سافت السكة أكون عندك باي باي طب يلا مستنياك باي يلا بقى نرتب الدنيا ألو آي مستر هادي هنلسة دخل البيت حال أنا هو؟ لا الحمد لله أنا كويسة بخير حاضر حاضر تسبح لخير هاي مين تشاركيني بقلبك؟ تشاركيني وأنت متأكدة أنك عمرك ما هتخسرني هادي هاي 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 إيه اللي جمت لك؟ إيه المقابلة دي أصلا؟ أنا جاي علشان أخذك روح يلبسي أحلى لبسة عندك وحطي أحلى ميكب عشان نخرج نحتفت بنجاح اللي إحنا على أنا النهاردة هاي هاي سوريا هادي مش هينفع أنا مش في المود خالص ما أنا عارف أن أنت مش في المود لينا قالتلي فعلشان كده أنا جيت مليش مزج أخرج خالص حبيبتي وأنا بقولك تعالي نسافر أنا بقولك تعالي نخرج that's it أنا عارف بس مليش مزج وبعدين ألهم already مشغول تاميو خليه كده مشغول ومش فاضي المهم إن أنا وإنتي موجودين وحنخرج نحتفل وسليبريت تجادر والنبي هايدي أنا مش رائقة ومش هبقى لطيفة خالص خني أجلها مرة تانية أنا مش فاهمك بجد مش فاهمك إيه الكئابة اللي إنتي فيها دي النهاردة لسه مخلصين collection تحفة الناس كلها تهبلت عليها واللانشين بورتي كانت تجنن وإنتي كنتي سنتر بتاعها تانشين يا عروسة مش فاهم بقى إيه الوش الكئيب اللي إنتي لابسها ده مش كئابة ولا حاجة بس الفكرة أن أنا عايز أعود في البيت وأخد درينك وريلاكس بس شوية سويت يوسف إعزميني على درينك أنا كمان أكيد إلا قولي هم عليها أخبارها إيه؟ لسه مكلمها حالا قبل ما أخبط عليك هم قالت لك إيه؟ وصلت البيتشيز أوكي بس بيديو بينك أنا مش متطمن عليها دي ده ليه؟ ما عرفش حاسس إن عليا مش هي عليا اللي أنا عرفها زماني عادي يعني الإرهاق بيعمل أكتر من كده تانكيو حبيبتي نو نو ده مش إرهاق دي حالة نفسية عليها حبيبتي شكلها دخل على أزمة نفسية حدا تهيالي ليه بتقول كده؟ أه مش أنا اللي بقول كده تصرفاتها هي اللي بتقول كده تخيالي وأنا فص الدفلي بتاعي ومش غول زمانتي عارفة وهي بتطلب مني إن أنا أتصلها بالبيت بتاحها هي مش عليها عشرة وحدها إكزاكلي داتس ورينو طب هي ليه عملت كده؟ قال إيه يا ستي تليفون البيت عندها عطلان وعايزاني أشوف إذا كان اشتغل ولا لا Can you believe that؟ وإنت مصدق الكلام ده؟ Of course not علشان كده أنا أقلان عليها يا ديدا بيتهيالي إنو عليا حاسها بوحدة؟ ممكن تكون يعني فتا جا حد تتكلم معي؟ حمد الله على السلامة أنا آسف إن أنا دخلت هنا أنت عملا إيدي باتي؟ الحمد لله أنا التليفون رن بس أنا ما أردت شرط أنا اللي اتصلت لما ما أردتش فتكرتك مشيت أنا فعلا كنت ماشي بس لقيت الزكريات محوطاني في كل حدة كل حاجة تغيرت بس قودة سمية لسه ما تغيرتش زي ما هي كأن الزمن ممشيش حتى العروسة دي زي ما هي زي ما كون لسه شريعا بها للعروسة اللي أنت جبتها لها لما بقى عندها تسع سنين فاكر؟ أيو فاكر بس اللي مش فاكره هي كان عندها كم سنة لما أنا مشيت خمسداشر سنة يعني كانت كبرت وقيتها العروسة ما كانت شي معتنان مفيش حد بيستغن عن عيلته حتى لو بقى عنده مئة سنة على فكرة سمية هي اللي طلبت مني إن قدتها تفضل زي ما هي كأنفسها لما تيجي تلاقي فيها حاجة من ريحة زمان بس اللي لازم كل مرة كات بتيجي كات بتلاقي فيها حاجة عصا هي اللي قلت لي كده كات بتستنيك تدخل عليها ها قلت استنيتها كدير بس انت مارجعتش فاكرا اللي فاكرا البغنيتة دي اشترتها لها في اسكندرية واحنا على البلاج لما الكسكتة بتاعتها طارت واحدة نجري وراها أنا وهي ملحقناش بس هي فرحة أول برنيتة فضلت تلبسها كل سيف لغاية ما بات ما تنفعش تتلبس كات نفسها في أي حاجة من راحتك موسيقى 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 Pearson المترجم للقناة ازاي كيابا؟ الحمد لله ايه برد في ليه مستر؟ هايل اليوم كان بيرفكت الحافي خانت تجنن الناس كانت مبسوطة قوي عجبها الكولاكشن تحارفة؟ حتى بابا وماما كانوا مبسوطين وقالولي كلام طحفة انا حاسس فعلا اليوم ده ان هقدر اسوي دوني الشركة كل حاجة هترجع زال اول واكتر استعارفة كل حاجة كانت بيرفكت بيرفكت بس بي حاجة واحدة بس كانت ناصرها انا كنت متأكدة ان كل حاجة هتبقى كويسة متأكدة كمان ان ايكمودة هتعدي من الأزمة هيبا مش ايكمودة بس انها هتعدي من الأزمة احنا كمان هنعدي من الأزمة وكل حاجة هتبقى كويسة او اه 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 يجي اخبر ريبورتي اه 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 بيرفكت يا هب بقدمش عرف افكرك ازاي انتي شيل تسكينا مع راقتي ايه ده بطي قدك ساعه كدا ليه اتي كويسة كويس الحمد لله أنا بس ماذا؟ خايفة خايفة من أي من الريبورد؟ لا خايفة عن نفسي من أي خايفة عن حياتي ما تبقيتش في حياتي خايفة خايفة تبعد عني تي ليه بتقولي كلام داهب؟ عشان لازم فكر في كده ايو هيتفكر في كده أنا معك مش عارفة يا مستر خايفة بعض اللي هيحصل ده ما تبقاش معي هيبة أنا عمري ما حاسي بك وحفظة لجنبك على طول يا ريد يا ريد يا مستر هيبة أنا ليه حاسس في كلامك كده أن يأتي بتغيارها أمحس أن يأتي عتودعي النهاردة في إيه؟ هي حاجة عشابها كده ايكمو ده ألو؟ مش وقت خالص اي محروف ماشي النازل حيني دي راها فين؟ أنا محروف طلبية تاكسي لا تاكسي إيه مفيش الكلام ده طبعاً بصي أنا حوصلك وفيه كلام كتير أبي عايز أقوله لك مفيش نقاش في الموضوع ده أوكي؟ حياتك اليوم كان طويل قوي وأكيد حياتنا متعباني بكرا ميتن 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 مهم بازم حياتك تنام كويس عشان تعرف تفكر وتتكلم وميه لقالك اللي أنا هتكلم أنت طبعاً اللي هتعملي كل الكلام ده هدا أنت اللي عملت تقرير ولازم كل الناس تعرف ما نهودك أن أنت اشتغلت قد إيه ده حقك يا هيبة ده حقك ياه ده حقك ياه اه فمو كنت أتبعه تسمعني كل شيء ده حبيبية وعندك اتبقى وعندك اتبقى وعندك اتبقى اه اتبقى اه أدام بيحبها بريقه ورد إزاي أنا بحبها بحبها أيضا اشتركوا في القناة